مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غدت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار لصار نعطي صبرا نأخذ أجرا السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة المطبخي الصهير كانت منتقون على خير إن شاء الله كما كتشوفوا معي غدا نحضر واحد الفطيرة اللي كتجي بنينة كتجي رائعة في المادق خصوصا اللي كيعجبو الحلوء والمالح لأن جمع بيناتهم جمع بيناتهم جمع بيناتهم الحلوء والمالح كما كتشوفوها كتجي خفيفة وبنينة في المادق على شكل بحل البيتزا ولكن المادق مغير جدا إن شاء الله نشوفوا المقادير البسيطة ونشوفو الطريقة نسبة للطحين عندي هنا 250 جرام دير الطحين تقريبا بجوج كسر ونص بكاس العدبة غازين دير شوية دير الملح معلقة صغيرة دير الخميرة الفورية ما كتشوفو معلقة صغيرة دير الخميرة الكيموية مكونات بسيطة ما فيهش بزاف دير المكونات وعندي هنا يا اللبن غادي ندير جوج مع القبار تقدروا تعوضوا اللبن بالياغور الطابعي اللي ما عم تغفرش عنده اللبن يدير ياغور طابعي أو اللي يدير حليب إذا ما كانوش بجوج ولكن هو اللبن يجي فيها مزيان ثلاثة المعالقة دير الزيت الرومية ثلاثة المعالقة القبار يا الله الخميرة الكيموية والفورية هم اللي ندير مع القصغار بالنسبة للبن والزيت غادي ندير مع القبار غادي نبدأ تنخلط وأنا كنضيف في الماء عندي كاس دير المدافي غادي نبدأ تنزيد على حسب الماء ممكن يش نقول لكم انا ما اكملش الكاس بقريفة واحد اربع كاس حيث على حسب الطحين وشكي شرب او لا لا المهم اللي جي نغس هتكون مدلوكها ماشي ضرورة ديرها في اللجانات قضو التعجنوه اغير في شي حاجة اخرى يعني مبغيضة باليد الناس هتمنت لجانة باش نربح الوقت وكندلكها ما تكونش قاسها وما تكونش مرخوفة بززاف على قياس ثم غادي تشوفوا معايا اه كي كي لكم لما هلا حسب الطحين وشكي نشرب او لا لا انتم ما كاتشوفوا عجبي كي كي كون هو كيل سق شي عوいう ولكن شد طرعت راسوا وذا ابو Nebo غادي نخليها تخمر قانوطيعا با hey بلاستيك الغذائي وجدعن ونوطيعا بشيين من دير ونخليها تخمري بايش ما executives وانتخلفتي ماز entfer من بعد ما غادي تخمر غادي نحيداها كيف قيتشوفوا هنايا اهيا من بعد ما�� حمرت غادي ننحيدها من البول ونسرحها نبلكها بندلك اه 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 لاشكل اللي بغيتو سواء دائريا او لا مربع على حسب الطوى اه اللي غادي تحطوها فيها وانا كان نعاون بالطحن باش ما تلسقش ليا طريقة بسيطة وساهلة كي قلت لكم وبالنسبة لدي كي يجبوا الحلو والمالح غادي تعجبوا صفي هنا يا غادي نبلكها من بعد ما غادي نقعدها ولاجنة ما تكونش منين دلكوها السمك ما تكونش غليدة وما تكونش حقيقة بحل فيتزا ما تكونش غليدة وما تكونش حقيقة يعني لكم عارفين القياس كتجي مرخوفة ساهلة وضياكة تدليك زي ما 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 كتكونش قصحة بزاف زي شاش قلت لكم لاجنة ما تكونش قصحة دائما نديرو الطحن كي ما كتشوفوا سوف تقدروا دلكوها غير بديد انا كندير للك باش انه سهليني الخدمة سوف يمن بعد ما كنسرحها كي ما كتشوفوا غادي نجيب الطابة فاش غادي نحطها انا روليتها اه 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 روليتها في المدلك وعدي نحطها باش اماني نحطها فيه صافي وعدي نقلتها تقدروا تقسموا العجنة في الجوج واتديروا جوج دوائر صور مثلا ان ما بتجدل واحدة كبيرة صافي هدين قلتها مزين وهدين دهنها بالنسبة للعمارة فيها جبن أي نوع ديالجبن عندكم أي ماركة ديالجبن تقدروا ستتعملوها نأخذ واحد كيمية نحركها مزيان و ندهنها مزيان نديروا حد طبقة ديالجبن نسرحها فيه و نسطوها مزيان فيه قلت لكم زمان ما فيهاش بزاف زيال المقدر وسهلوا و ما كتوجد حتى الأخير لحظة لأنها كتبيت خجم الفران وتكال يعني تالأخير حضرة يلا هذا كل وقت اللي غادي تحسبو لها فجارة خمر صافي من بعد الضغية كتطيب و كتحطوها ديالجبن كتكون بقة سخونة كتكون نرتبها الطريقة زي ما كنفضل لأنها كتطيب تكال كما كتشفو هدي نسرحها مزيان أنا من بعد ما سرحتها مزيان كنا نعطوها غي الخاطر بشية بشية و كنزيد الفرماج محكوك أي نوع ديالفرماج عندكم يكون محكوك هنا من بعد ما خرجها مفرم كي هنخرجها مفرم غادي نسقيها بالأسل الأسل كانت ديالنا هنا تقريبا درس معلقة كبيرة هذه الأسل ممكن تزيدو و ممكن تنقصو تكون سخونة باش تلك الأسل كي يدوب و كاتشربو لأنه على بردات غادي بقى لكم الأسل هكا كاف بلاستو هيا راهي كاتدد العسل يسخونة داك العسل كي بدي يدوب و كاتدخل فيها ما كاتشوفو كي كاتخرج من الفران يعني ما تخلوهاش تبرد أو لا كيتخرج ديرو لها العسل اوكي هنا غادي نقطعه ممكن تقطعه يبقى اختياري ممكن تقطعه هكا او لا مربعات او لا مستطيلات او لا كل واحده كي يقطعه كل واحده كي بغي يقطعه المهم ان هكا تجي ساهل و بنينه و يعني نتمنى انكم تجربوها وتشوفو انا عماري ناري لكم كيفاش كتجي شوفي كتجي ارتبعه كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق تجربو وهذا هو الشكل نهائي ديالا كما كتشوفو معي كنتمنى انها تكون ناتعجبكم و ما تبخلوش عدية بتعليقكم و الى عجبتكم قناتي ديرجام وشاركو وفعلو زرس باش يوصلكم الجديد وبرتجو مع ثقائكم استعودكم الله